ده بيش رأيه؟ تعال نسمع الناس بيطول إيه؟ وارجع لحضراتكم برد تاني والنهاية تحدي الكورن مصري بما يضموا لوقتي من أسماء كان لها تاريخ وباع كبير فخورة القدم كان عندنا أمل أن هو بقدرته أحسن من كده بالنسبة لأسماء الموجودة لكن للأسف برضو ما زلنا في التخبط الإداري وعدم التنظيم كان دوري أو مسابقات ما زال برضو التخبط نفس الإنضارة القديمة هم بس الأشخاص تغير لكن هم وكل حاجة هي نفس الإنضارة القديمة فيش أي فكر جدير وأي منظومة جدا خلص الموضوع محتاج تخطيط شوي يعني هي إقل التخطيط لو فيه تخطيط مسبق أنا مسأة انتحد الكورة داخل الانتخابات يبقى عندي خطيطي واحد اتنين تلاتة أنا في خلال سنة هعمل كذا في خلال سنتين هحسن كذا في خلال تلاتة لغاية انتهاء المدة بتاعته النما العملاء يعني أنا شايفة مشاة بالليه دي باي دي يعني كده ما فيش ما فيش تخطيط للمستقبل فبالتالي شوية بنقول الحكام أجانب كويسين لا شوية نرجع نقول عايزين نقوي الحكام المصريين ونشجعهم بتحصل مشكلة في ماتش أهلي في ماتش زمالك تمام نرجع نيبقى الصخط كله والغضب كله على الحكام تمام لكن هي زي مضحك بس هي قلة التخطيط بالنسبة للمدربين مع إن ثبت نجاح كابتن حسن شحاته قبل كده في 2006 لكن احنا برضو نرجع نقول لا برضو هو المدرب الأجنابي هو اللي بيصلح وهو وهو طيب المدرب الأجنابي أنا جايبه أستفيد منه فأحط له كوادر تستفيد منه بالنسبة لاتحاد الكورة يعني مفروض إنه هو للأندية كلها مع معظم اللي موجودين لهم ميول وده ما ينفعش انت راجل مفروض إنك في حكم القاضي يعني لو لك ميول يتنحن يعني مثلا جايبين في التدريب أيمن عبا عزيز ممسكش تدريب خالص وبعدين سايبين واحد زي عظيمة راح عنده شهادات من ألمانيا أو حاجات زي كده طبعا ده تهريج منظم المدربين اللي بيجيبوها مدرب بيمشي كل شهر ده أصلا حد زيت وفساد والفلوس دي بتروح فين يعني مثلا ولجنة الحكام كل الحكام مثلا كلهم أخطاء تحكمية تفرغ على الدوري الإنجليزي تفرغ على أي دوري في العالم مفيش أخطاء كل موتش مثلا عمرهم يبقى فيه خطأ في أي موتش في نفيه تخبط جامد من اتحاد الكورة الموجود اتحاد الكورة الموجود دلوقتي فيه نوع من عدم الاهتمام بالأندية وده اللي حصل مع الأهلي في البطولة الأفريقية اللي حصلت ديت إنه هو ما كانش فيه سواب وعقاب إحنا عرفنا إن الشخص اللي أخفى الخطاب اتجددله عشان علاقته مع بعض أعضاء الاتحاد فده كلام ده إتحاد ده إسم إتحاد الكورة مش إتحاد شخصي أو إتحاد خاص إن أنا عشان بحاب يحد إن أنا غلي تتحاسب ده اللي معروف ومده القضاء وده العدل وده كم ده قبل ما تطلبوا العدل في الملاعي بطلبوا العدل يكون في إتحاد الكورة إتحاد الكورة نفس واحد أخطأ وضيع الأهلي بطولة وبهدل الأهلي وفي الآخر نقول له إحنا أسفين وخلاص عفى الله عما سلف أنا شايف إن الفترة اللي فاتت اللي هو الموسم اللي انتهى ده بالأخص والموسم اللي قبله كان فيه برضو بعض حاجات كده إحنا كجمهور مصري عمتا فكوناش مرتحله لا على مستوى المنتخب ولا على مستوى الإدارة الداخلية اللي هي مثلا للأندية واختيار الحكام طبعا إحنا شفنا شبه مهازل وكوارث بتحصل في مباريات حاسمة في نهاية الدوري ودي أسرت طبعا على فرق بالسلب وأسرت لفرق بالإجاب ودي حاجة طبعا إحنا مش حابين نشوفها وحابين يبقى فيه عادل يبقى فيه نظرة لكل الفرق بالتساوي مش هنقول نميز حد عن حد ولا نميل حد لصلاح حد فدي حاجة يعني نحبها تكون موجودة على الألل إن الرياضة دي حاجة احنا بنحبها فمش عايزين حاجة زي دي حاجة بسيطة تكرهنا في الرياضة تكرهنا في أشخاص في مؤسسات سمعت الناس بعض الناس هون هنهم بقى هيولا كي احنا بنوجه الناس والله العظيم احنا عاملين الكلام ده في الشارع ما عملوش في أي حتة من حتة مخصوصة احنا جاءوا الكاميرا دخلت وراحت واتكلمت عادي مع الناس ادي احساس الناس بالرياضة المصرية وبالكورة المصرية انا الحلقة دي هكتفي بالكلام ده انما الفقرة الحلقة اللي جاية هبدأ اتكلم بقى عن المدير الاتحاد والكورة اللي غرق الاندية واللي غرق ومكافئينه وبيجد دوله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة